كده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دور السواعد البحرينية الكفأة في بناء وتعمير الوطن مشيرا إلى ما تقدمه الكفاءات البحرينية المتخصصة من خبرة ومهنية عالية في وضع وتنفيذ العديد من الخطط التطويرية في المملكة والتي تعود بالنفع على كافة أبناء المجتمع وتسهم إساما واضحا في نهضة البحرين وازدهارها وهنأ سمو أعضاء جمعية المهندسين البحرينية برئاسة المهندس عبد المجيد القصاب لدى استقبالهم اليوم بقصة رفع بمناسبة احتفال الجمعية بمرور أربعين عاما على تأسيسها كأول جمعية مهنية تطوعية في البحرين عام 1972 وأشهد سمو بالكفاءات البحرينية المتميزة والتي وضعت بصمات هندسية كان لها دور بارز في النهضة العمرانية في البحرين بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج ترفض طموحاتنا في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة كما أكد سمو على الدور الذي تقدمه جمعية المهندسين البحرينية في دعم وتطوير ممارسي هذه المهنة وذلك عبر الدورات التخصصية المختلفة التي تطرحها الجمعية وإتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات الدولية من خلال استضافة وتنظيم المؤتمرات الدولية المتخصصة وتمنى صاحب السمو الملكي وليلعاد مزيدا من التقدم والنجاح لأعضاء الجمعية ومنتسبيها في تحقيق كل ما من شأنه إثراء وتطوير الخبرات البحرينية المهنية والتخصصية والإسام في تحقيق النهضة والتنمية الشاملة في المملكة من جانبه تقدم المهندس عبد المجيد القصاب رئيس الجمعية نيابة عن جميع منتسبها بالشكر الجزيل لسموه على فرصة لقائه وإطلاعه على إنجازات الجمعية وخططها المستقبلية مشيدا بالتشجيع المستمر من قبل سموه والذي يشكل دافعا نحو مزيد من الإنجازات والنجاحات التي تنعكس على الكفاءات الوطنية والإسام في مسيرة البحرين لتحقيق نهضة شاملة في كافة المجالات كما قدم رئيس الجمعية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كتابا بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيس جمعية المهندسين البحرينية وهدية تذكرية